السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الله اخويا بارك الله فيك امولي الله يشفه يا عافي يا رب يا رب يكرم يا رحمد وخاخوية محفوظ وخاسد الله الله يبرك اخوية محفوظ السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا الهي لله سبحان الله العظيم هذه المكالمات تتخليك تعرف حقيقة وطبيعة ابناء الشعب المغربي هاتسي محفوظ هذا تلاحظ من نبر الصوت يدياله قلبه فيه نية وفيه الصدق راجل بحال هدى لقلت واحد دعوة وقال امين ان شاء الله وبإذن الله وبجلال الله وقدرة الله دعوة ترتفع الى السماء حتى تبلغ عرش الرحمن ويقول ربنا لا استجيبن لكم ولو بعد حين هاتسي محفوظ هذا فيه نية غرب النبر الصوت يدياله كثاف رجول صادق وقانوع غرب القليل وفيه الخير اخو محفوظ اسأل الله تعالى ان يشافي الوالدك من هذا المرض اللهم شافيه من مرض دقة وحد العلاج ميسر اخي محفوظ ديالدقة ويقول لولدي لك يقرأ سورة الشرح يقرأها دائما او يصلي بها ركعتين هي والضحى ألم نشرح لك صدرك اللي عنده الامراض الصدرية اللي عنده الامراض يلضق يتبرك بكلام الله كلام الله تعالى رمش مجرد احكام وحكم واخبار وتشريعات كلام الله نور كلام الله بركة كلام الله هدى كلام الله رحمة كلام الله تجليات كثيرة فالقرآن الكريم لما قرأ له وما ازمزم لما شرب له الضيقة قد تحيد بإذن الله إلا كنت تقرأ دائما سورة الشرح ضع يدك اليمنى على صدرك وقرأ سورة الشرح وما تسنهش قد تشافى ما تسنهش اقرأها وتركها لله إلا بغمولانا عز وجل في اللحظة شافى وقد يأخذ منك الوقت أيام لكن الشفاء يقين يقين مليون في المئة والله رأيناه مرارا وتكرارا الشفاء تام بلا طبيب بلا أدوية بلا أي شيء بالقرآن العظيم وأنت خير من يرقي نفسه بنفسه أنه نوضع الدليمنى على صدري وأن قسوة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ذهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قل قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه الكلمات النوراني القرآنية ترسل دبدبات إلى الخلايا وإلى الهرمونات وإلى القصب الهوائي وإلى الدورة الدموية وإلى الجهاز العصبي وإلى جميع مكونة الجسد فتبدأ بالخضوع وتبدأ بالانتعاش ثم بعد المدة قد تكون قصيرة جدا وقد تطول حسب إيمان وإخلاص الشخص فإذا بربنا عز وجل يعطيك الشفاء التام فأسأل الله الكريم يا أخي محفوظ أن يشافي والدك وأسأل الله تعالى أن يحفظكم بالسبع المتان والقرآن العظيم وأن يحفظكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وأسأل الله يا أخي محفوظ أن يرزقك رزقا واسعا طيبا مباركا ويكون الرضا دي الوالدين عليك حبوس في الدنيا والآخرة وتكون دوما من أهل الله وخاصته قل مع نس محفوظ آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة